السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية شكرا جدا على دعمكم وعلى اشتراككم في القناة وعلى كل الكلام الحالي واللي بيوصلني في التعليقات وان شاء الله هعمل معاكم النهاردة ووصفة جميلة جدا اقتصادية ومش مكلفة وكمان هتعملوها في دقايق معدودة وهي ورباة الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات ويلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي في وصفة النهاردة على طول معايا ربع كيلو كده من الكنافة كان باقي عندي في الفريزر خرجته وبدأت ان انا اكسره بالشكل ده لغاية ما يكون ناعم ممكن كمان تفرميها في الكبه لكن اهم حاجة انك تكون مخرجها من الفريزر علشان تتفتت معاك بكل سهولة صنية على النار هسخنها كويس جدا وهنزل بحوالي 3 معالق كده كبار من السمنة البلدي طبعا انا بحب اعمل الحلويات بالسمنة البلدي بتدي ليها ريحة حلوة جدا ومميزة السمنة تدوب وتسخن معايا حاجة بسيطة بعد كده هنزل بالكنافة اللي كسرتها هاخد الكمية اللي محتاجاها للحشوة والباقي هعينه تاني في الفريزر لوقت ما احتاجه الوصفة تانية هقلب بقى الكنافة كويس جدا في السمنة علشان تتغلف كويس وهتلاحظوا كده ان هي بلقت تتكتل معاكم او تلم على بعضها لكن ما تقلقوش اول ما هتسخن معاكم وتاخد من الحرارة هتلاقوها فكت معاكم واخدت اللون الدهبي اللي هوصله معاكم في الاخر لكن اهم حاجة ان احنا نقلب على طول علشان الكنافة بتتحرق بسرعة جدا زي ما انتو شايفين معايا بدأت تاخد اللون الدهبي اللي انا عايزاه هقلبها بقى كمان شوية لغاية ما اللون يتوحد مع كل زرات الكنافة وهو ده اللون اللي عايزة اوصله لون دهبي فاتح لانها وقت التسوية لسه هتاخد لون كمان اول ما توصل للون الدهبي الفاتح هخرجها على طول من الصينية وهحطها في بولة او ممكن تفرديها في صينية تانية علشان تبرديها بسرعة لاني مش عايزين الكنافة تاخد من حرارة بعضها بتديلنا لون اغمأ من كده ما شاء الله الحشوة هنا لوحدها كده تتاكل اكل ما شاء الله كانت ريحتها جميلة جدا ومميزة احاول كده ان انا اقلبها علشان اصرع كده من عملية التبريد شايفين بقى اللون ما شاء الله طحفة جدا نكمل بقى الحشوة حشوة هنا اعملها بالمكسرات فاستخدمت الفول السوداني هو اللي كان متوفر عندي ممكن تعمليها باي نوع من المكسرات هطحن الفول السوداني كويس جدا لكن مش هخليه ناعم قوي يعني هخلي فيه يعني سنة مجروشة كده حاولي بقى وانت بتطحني الفول السوداني انك تطحنيه طحن متقطع كده كمية الفول السوداني دي هستخدم نصاف الحشوة والباقي هسيبه للتزيين دول كانوا حوالي يعني كباية الا ربع من الفول السوداني المطحون وكمية الحشوة انت بتستخدميها على حسب كمية الجلاش اللي هتكون متوفرة معاكي او اللي انت هتعمليها معاي كمان ربع كوباية كده من جوز الهند ونخلي بقى ريحة الحشوة حلوة جدا ببكت من الفانيليا نقلب بقى الفانيليا كويس جدا مع الكنافة وبعد كده هننزل بباقي المقصرات اللي عندنا نقلب بقى الحشوة مع بعضها كويس جدا ما شاء الله الحشوة هنا كانت ريحتها جميلة جدا باقي مكون واحد بس وهو اللي يخلي الحشوة معانا متماسكة وما تنزلش من وربات الجلاش هنضيف معلقتين كبار من الشربوت بتاع الجلاش التقيل ولو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي عسل الكوليكوز وبكده حشوة الجلاش هتكون جاهزة معانا وممكن كمان تنوعي في الحشوة وتعمليها بحشوة القشطة بالكريمة ممكن تعمليها بالمقصرات بس ممكن كمان تسيبيها سادة هقلبها بقى كويس جدا وبكده الحشوة تكون جاهزة معانا هسيبها بقى على جنب ونشوف باقي المقونات بتاعتنا وهنجهز وربات الجلاش ازاي معايا هنا كوباية من المادة الدهنية دي كانت عبارة عن نص كوب من الزمنة البلدي عليها نص كوب كده من الزيت او ربع كوب من الزيت علشان الجلاش يكون خفيف معانا ومورة عندي لفة من الجلاش خرجتها قبل ما هشتغل في الوصفة بساعة او ساعتين علشان تفك معايا وحطتها في مطبخ علشان ما تنشفش مني هبدأ ان انا اخد الطبقات بتاعت الجلاش طبقة طبقة كده وهيغلبها كويس جدا بالمادة الدهنية اللي هي الزيت مع الزمنة بعد كده بضيف طبقة تانية وبغلبها برضو ودهنها كويس جدا بالثمنة الكمية دي هتطلع من لفة جلاش واحدة بس هتشوفوها معايا في اخر الفيديو عمتا الجلاش بيختلف من شركات لشركات فممكن تلاقي في لفة الجلاش طبقات كتير وممكن تلاقي طبقات قليلة اهم حاجة عايزين طبقات الجلاش توصل لعدد كبير علشان هو ده اللي هيعملك الوربات تكون هشة كده ومرتفعة وفيها طبقات كتير زي ما انتو شايفين ما بين كل طبقة والتانية بدهن كويس جدا بالثمنة وبكمل الخطفة دي اللي غاية مخلص كل طبقات الجلاش اللي معايا والكمية دي كانت لفة جلاش واحدة يعني حوالي نص كيلو شايفين ما شاء الله مش هياخد منك اي وقت هتحط بس كده الطبقات على بعضها وتغلي فيها بلثمنة كويس جدا واهم حاجة وانت بترسي الطبقات انك تخلي كل حاجة بالتساوي علشان وقت التقطيع تطلع معاك وربات الجلاش متساوية كده وكلهم مقاس بعض لو وصلتوا بقى معايا لغاية هنا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين فيها بفرح جدا لما بلاي اشتراك او اشعار جديد بتعليق منكم ودي كانت اخر طبقه من عجينة الجلاش اللي معايا ويلا بنا نقطع الجلاش هقطعه كده لاربع شرايح بالطول زي ما انتو شايفينه بالشكل ده عرضوا كل شريحة معايا حوالي ستة او سبع سنتي علشان ده اللي هيطلع لي وربات الجلاش بالشكل اللي بنشوفه دايما ممكن تلاقي شريحة كبيرة عن التانية فمش مشكلة اهم حاجة بس انك تقطعي لي لفة الجلاش لحوالي اربع شرائح زي ما انتو شايفين بالشكل ده دلوقتي با هبدأ ان انا اقطعها لمربعات صغيرة وهبدأ ان انا احشيها فبحط معلقة صغيرة كده من الحشوة على المربع بتاع الجلاش وهعمله بالشكل ده هطبقه على بعضه كده وابتدي ان انا اضغط على الاطراف علشان وربات الجلاش ما تفكش مني وقت التسويق هكمل بقى الحشوة بنفس الطريقة بقطع الشرائح كده لمربعات صغيرة زي ما انتو شايفين كده وبحط معلقة من الحشوة ونحاول ما انقطرش في الحشوة هي معلقة صغيرة كده علشان ما تخرجش برة وربات الجلاش وبنطبق كده الوربات على بعضها او الطبقات بتاعة الجلاش على بعضها زي ما انتو شايفين كده وبتضغطي على الطرف من برة وممكن طريقة سهلة جدا انك تقطع كل الشرائح دي لمربعات صغيرة زي ما انتو شايفة كده وبعد كده تحشيها مرة واحدة اهم حاجة ان احنا نضغط على وربات الجلاش من على الطرف علشان ما تفكش مننا وقت التسويق هجيب بقى الصينية اللي هساوي فيها وهغلبها كده بالسمنة بعد كده هرص وربات الجلاش ورا بعضها ونحاول ان احنا نحطها يعني على الطرف المقفول ده علشان تمسك حالي وما تفتحش مني في التسويق اكمل بقى حشو وربات الجلاش هاتني كده طرف الشريحة اللي معايا ديت لغاية ما تعملي شكل المسلس ده يعني بتطلع لي في الاخر على شكل مربع اتمنى ان الفكرة او الطريقة تكون وصلت لكم قطعت هنا الشريحة كلها بعد كده هحشيها بيفضل معاك مربع صغير كده ما ترمهوش احشيه وسويه فلصينية وهيكون كويس جدا بعد ما خلصت حشو وربات الجلاش هاتهن كده الوش بدهنة خفيفة من السامنة مع الزيت وفي الاسناء دي بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 الجلاش معانا او اي حلويات او اي معجنات بتكون محتاجة ان الفرن يكون ساخن مسبقا اهم حاجة انك تدهيني الوش كويس جدا من جميع الجوانب شايفين ما شاء الله لفة جلاش واحدة طلعت معايا قد اي من وربات الجلاش يعني والحجم هنا كنت مقطع فيه حجم كبير وفيه حجم صغير هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 بشغل الشعلة كده من تحت لغاية موربات الجلاش تاخد لون دهبي من تحت بعد كده بفتح عليها الشوية عموما هي بتاخد معاك في الفرن حوالي نص ساعة او اقل من كده على حسب درجة الحرارة بعد كده لما بتاخد اللون الدهبي الجميل بنخرجها من الفرن زي ما انت شايفين بالشكل ده بنكون محضرين الشرباط شرباط الجلاش معانا يكون تقيل وبارد حضرت معاكم في فيديو الكنافة اللي فات هسيب لكم ان شاء الله لينك الوصفة في صندوق الوصف شايفين ما شاء الله باخد لون دهبي مميز حلو جدا من فوق ومن تحت كمان هبدأ بقى ان انا اسقيها بالشرباط التقيل حضرت معاكم قبل كده كتير في وصفات تانية هسقي كده الجلاش كويس جدا وهسيبه ربع ساعة لغاية ما يتشرب كل الشرباط اللي انت شايفينه ده اهم حاجة انك تسوى ربعات الجلاش كويس جدا وبعد ما بتسبيه مدة ربع ساعة فلصينية كده يشرب الشرباط بتاعه بتخرجيه وتصفي كل كمية الشرباط الزيادة اخر خطوة بقى معانا هي مرحلة التزيين هزيينه كده باي نوع من المقصرات فانا استخدمت الفول السوداني اللي فرمته معاكم في الاول رشة كده خفيفة على وربعات الجلاش هتديلها شكل حلو وممكن كمان تسبيها سادة وبكده وصفة النهاردة تكون انتهت اتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم شايفين ما شاء الله وربعات الجلاش طالعا مورقة معانا وباخد طبقات حلوة جدا وكمان طريقة التسوية مظبوطة جدا زي ما انتم شايفين وربعات الجلاش واخد لون موحد من جميع الطبقات وكمان من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى ان انا اقدمها على طبق التقديم بالشكل ده بتقدميها بقى باي طريقة انت تحبيها لكن حبيت ان انا اقدمها كده واعمل لها الشكل ده اتمنى ان وصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها في اقرب وقت وتدعولي على الطريقة الحلوة دي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة لكن قبل ما تخرجوا من فيديو النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين فيها وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجاني علشان دايما انزلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى